موسيقى وبعض المعاهد مثل ليغزان مثل لايسيو ومزين هذه الأيهايات شرعت في مختلف الدراسات والبحوت في ترابنا في تراب المقاطعة حول البنايات الإدارية والنجاعة الطقية في هذه البنايات حول الحركية المستدامة والحركية الذكية في مقاطعة أقدال الرياض وهناك مجموعة من البحوت والدراسات التي تجري الآن وبعدها إن شاء الله سنمر إلى تنزيل مجموعة من البرامج ومجموعة من المشاريع في تراب المقاطعة من هنا يأتي اهتمامنا بمثل هذه التهضاهرات الآن التي لها شقين بالنسبة لها أهميتها تأتي في شقين أولا لأننا نستثمر في وعي الطالب في كل ما يهم التنمية المستدامة لأن الطالب هم بنات المغرب هم بنات حضارتنا وكذلك لتنزيل مشاريع هادفة ذات بعد تنموي في مجالنا الترابي أنا أعتقد بأن هذا اليوم الكندي المغربي الإفريقي يعني عنده أهمية كبيرة جدا إذا الناس عرفوا بالضبط ما هو موضوع هذا اليوم الكنديين قرروا أن إقامة عدد من المشاريع في القارة الأفريقية وأن يتحول المغرب إلى جسر ما بين أفريقيا وكندا على أساس تكوين حوالي ألف طالب فيما يتعلق بي الأمن الغذائي الأمن المائي الحماية البيئة تدوير النفايات يعني ألف طالب على مستوى الماجستير والدكتورة هذا وفي نفس الوقت سيواكب هؤلاء الطلاب بإقامة مشاريع لا علاقة بالأمن الغذائي بالأمن المائي بالحماية البيئة أو بتدوير النفايات في كل عنحاء القارة الأفريقية فأنا أعتقد بأنه هذا اختيار المغرب في حد ذاته مسألة في غاية الأهمية كما لحظت بأن أهم الجامعات والمؤسسات العلمية الكندية ممثلة في اليوم وحاضرين منها عمداء ومسؤولين إضافة إلى ذلك كين مسألة أخرى وهي أن كندا قررت استقبال مليون مهاجر خلال ثلاث سنوات لـ 2019 2020 2021 من هنا هذا الحدث يكتسي أهمية بالغة وبالغة جدا إذا عرفنا بالضبط الاتفاقيات التي ستوقع في هذه الجلسة القرارات التي ستعلن المشاريع التي سيعلن عنها وأنا أعتقد بأنه على وشهد تحديد كندا دولة جدية جدا وليست لها أي ماضي استعماري أو عقدة في التعامل مع القارة الإفريقية واختيار المغرب ليكون جسرا بين القارة الإفريقية وكندا أيضا يدول على أهمية وقيمة المغرب من المنظور الكنديين ومن المنظور حتى الهربية والغربية المشاركة المغربية ويقعد لدينا أيضاً من تنظر مقرارات التالية وكذا أريد أن نتحدث عن نظارة التالية ومن ثم نتحدث عن هذه الديناس ومن أن نتحدث عن نطلق عدد المهتمين والأن بإمعادة يمكنني أمر مختلفات في ماروك وفرائيا لقد كانت تكمل عدد في أي شيء الرجاب فتصدت في انتحدث عن. وكذلك فقد قمت في في صقتته قمت بتخييز في إشاد في القدر الإنرس مع إشاد لمدة نصف فورماسين دوسة هنا في الرباط من بعد نشيسكملت الماستر في كندا خديت الماستر من بعد ترجلت في سترك الدكتوراه وحاليا في السنة الأخيرة ديلي في الدكتوراه في هذا البروغرام هذه الشراكة التي تكبرت اليوم مع إشاد الإنرس و أورانوس التي أعطيت البروغرام جديد من كاملوس يشاركت أولا طلبة المغربة لكي يبدأوا البروغرام أكاديميك هنا في المغرب من بعد يمشيوا الإنرس أعطينا في الدكتورة الأخيرة ويحاولوا يطبقوا الأصاباء الأكاديميك لديهم في مشاكل الواقع مثلاً عند الإزة إنديسترية أو عند ليفيل أو في الميدان ديل تخيط مضيزو أو تخيط مضيزو في كندا تمكنهم بشياء يحضروا على الارض الواقع قاعدك اللي تعلمو ويستفدو متجربة الكرنديا في الميدان ديال البيئة اوكي bonjour je m'appelle Pizongo Olivier Odilo je suis un étudiant à l'échette l'institut super de haute études en développement durable disons que en fait ça fait 2 ans que je suis ici à l'échette par lequel bien sûr j'ai pu soutenir mon diplôme de master de maîtrise et aussi par la même occasion l'échette m'a offert des opportunités c'est-à-dire pouvoir continuer au fait dans le cadre de leur partenariat de bidiplomation entre l'échette et de l'INRES c'est-à-dire l'institut national de recherche scientifique au Canada donc actuellement je suis en partence parce que je suis là dans le cadre bien sûr comme vous le remarquez dans le cadre du programme de changement climatique et sécurité alimentaire donc je suis venu assister comme tout un chacun de nous ici présents parce que je trouve que cet événement là il est vraiment très intéressant parce que ça prend en compte toutes les personnes c'est-à-dire qu'on soit marocain, qu'on soit burkinabé comme moi, africain ou de l'autre côté c'est-à-dire les canadiens ou les français je pense que nous tous on devait tous travailler de façon à permettre au moins disons pas seulement pour nous mais aussi pour nos enfants ou bien disons les générations à venir donc il faudrait que chacun puisse mettre la main dans la pâte afin de permettre un milieu de vie plus sain pour tout un chacun vraiment je trouve que c'est un événement qui est très intéressant et c'est dommage pour ceux qui n'ont pas pu y être là mais je félicite toutes les personnes, tous les acteurs qui ont permis de pouvoir mettre en place en fait cet événement là je vous remercie Merci beaucoup, c'est très gentil En fait je suis la vice-présidente de l'ICHED alors mon rôle c'est un petit peu d'accompagner, de superviser d'aider aux décisions en fait pour cette journée j'ai mis les mains à la pâte comme tout le monde en effet parce que c'est une journée qui est très importante pour Camelius, pour l'ICHED et pour nos partenaires elle le lance officiellement c'est déjà nous on est déjà en travail quand même depuis un bon moment mais là on le lance officiellement surtout c'est la création du réseau des gens avec qui on va travailler ici au Maroc et en Afrique et c'est cette journée qui nous permet un petit peu de rassembler ces gens de les inviter à échanger, à discuter sur leur expertise sur les possibilités, sur les problématiques aussi dans le cadre des changements climatiques et plus particulièrement dans le cadre de la sécurité alimentaire et hydrique les sécurités alimentaires et hydriques n'oubliez pas de regarder sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux